رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين الكرام وجهود مكثفة بذرتها الدولة المصرية في الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة كللت بهدنة لوقف إطلاق النار بدأت بالأمس بالتنصيق مع قطر والولايات المتحدة وجاءت رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس حاسمة خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا حول تطورات التي تحدث في قطاع غزة وقال رئيس السيسي أن المباحثات مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تناولت أهمية توفير أماكن آمنة في وسط وشمال وجنوب قطاع غزة تسمح بإعاشة وتواجد الأهالي الذين فقدوا منازلهم لفتا إلى أن تدمير ما لا يقل عن 40 إلى 50 ألف منزل تدمروا بشكل كامل وأكثر من 70 إلى 100 ألف منزل تضرروا بشكل أو بآخر موضحا أن الهدف من هذه الأماكن هو مساعدة قطاع غزة لأن الذي يتم الآن هو عمليا يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة وبالتالي هذا دفع أو تهجير قصري بشكل أو بآخر إلى خارج القطاع مؤكدا على رفض مصر للتهجير القصري للفلسطينيين وقال سيدة الرئيسة لفتاح السيسي نحن نتحدث عن 60 إلى 70% من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء وهذا أمر لا بد من وضعه في الاعتبار ونحن نحتاج بعد محادثاتنا مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا التأكيد على أهمية تقديم المجتمع الدولي مساعدات تكفي إعاشة المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة وتحرك بشكل مختلف وهو الاعتراف بدولة فلسطينية ودخولها للأمم المتحدة الحديث بمزيد من التفاصيل عن رسائل سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس خلال لقاء برئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا والدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ينضم لنا في السوديو هذا الصباح دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد صباح الخير صباح الخير أستاذ صورة صباح الخير أستاذ حامد منورنا في هذا الصباح ربنا خليك أستاذ باسم لي الشرف أهلا محضرتك الشرف لينا وخلينا نبدأ حادثنا مباشرة اليوم أمس كان يوم حافل جدا كان فيه عديد من النقاط المهمة طبعا بنتحدث عن أول يوم في الهدنة الإنسانية وصلنا لها بعد جهود مطنية الحقيقة من يعني خلينا نقول عدد كبير من يعني المعنيين بهذه القضية وعلى رأسهم بالتأكيد مصر وبالتالي كان هناك يعني تحدي آخر وبدأت الحديث يبقى بدل ما احنا بنتحدث عن كيفية الوصول للهدنة كيفية الاستمرار في هذه الهدنة وكيف سيتم إدارة الأمور بعد هذه الهدنة أهم الرسائل اللي كانت موجودة في كلمة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس من وجهة نظر حضرتك لو تطلعنا عليها يعني لازم نعلق وانه صلت الضوء على جزئية مهمة جدا نفس باسم النسبة بالفعل وبالدليل القاطع أن مصر هي رأس الحربة في صناعة السلام في الشرق الأوسط وفي المنطق بالأمس ما تم من تنفيذ هذه الصفقة يدل على أن الدولة المصرية هي العمود الفقري لصناعة السلام هي من قامت وبشكل كبير لهندسة هذه الصفقة صفقة تتم وداخل معبر رفح الذي هو يمثل شريان الحياة لقطاع غزة حتى ليس فقط على المستوى الإنساني ولكن أيضا بالأمس ثبت أنه شريان الحياة من الناحية السياسية أيضا لأن تبادل الأسرة تم من خلال معبر رفح وده دلالة واضحة على أن مصر بتتحرك على كافة المحاور سواء إنسانيا سواء سياسيا أو حتى على المستوى الدبلوماسي من خلال زيارة زيارة مهمة جدا لرئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء أسبانيا كدلالة واضحة على أن مصر هي تمثل الواجهة الرئيسية لقادة دول العالم يعني عدة رسائل بالأمس حملتها الكثير من المواقف تؤكد على أن الريادة في المنطقة للدولة المصرية كلمة الرئيس بايدن بالأمس يعني أشار بشكل واضح للرئيس السيسي والقادة السياسية المصرية ثلاث مرات وليست مرة واحدة دي دلالة واضحة يعني ذكر وشقر مصر مرة يعني كلمات قول لها كانت يعني عبارة عن ثلاث دقائق في خلال الثلاث دقائق أشهد بالدول المصري ثلاث مرات وأيضا أشهد بالدول القطري ولكن هو بيعطي وبيسلط الضوء على ما قامت به الدولة المصرية من جهود كبيرة جدا لإنجاح كل ما تم على واقع الأرض لأن هذه الأزمة هي أزمة معقدة أفرزت الكثير والكثير من التعقدات اللي بتحتاج أن هي يتم تفكيكها جزء جزء وليس بشكل كامل أو شامل لأن ذلك لن يحدث طيب دكتور حمد عايزة أرجع مع حضرتك لرسائل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي في محادثاته أمس مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا الأكد من خلالها على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وإدخالها للأمم المتحدة حضرتك بشوف الرسالة دي خصيصا إزاي زكاء كبير جدا من الدولة المصرية القيادة السياسية هي تعلم كيف يتم حل القضايا الفلسطينية باعتبار أن مصر هي الدعم الرئيسي والأساسي للقضايا الفلسطينية الرئيس السيسي بيعطي ضوء جديد للقضايا الفلسطينية هذا الضوء متمثل في عدم التعويل فقط على المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي اللي استمرت أكثر من 30 عام ولم تؤتي بجديد وبالتالي رؤى جديدة بقى أن احنا لابد أن يكون هناك دور للمجتمع الدولي وبيعطي خارطة طريق كيف يمكن حماية الشعب الفلسطيني من الضياع وهو يعطي الحلول الحلول ويعطي أيضا أنه لابد أن يتحمل مجتمع الدولي والدول القبرى مسؤوليتها في عدم ضياع الحقوق الفلسطينية وده بيؤثر لأنه لابد أن يتم الاعتراف من قبل كل دول العالم بالدولة الفلسطينية ويتم انضمامها بشكل رسمي للجمعية العامة الأمم المتحدة وهنا الرئيس السيسي بيستغل الأحداث بمعنى أنه كان فيه قرار صادر من الجمعية العامة الأمم المتحدة بموافقة أكثر من 120 دولة بهدنة إنسانية والعمل على وقف اطلاق النار وده من الممكن جدا أن يحدث في ظل أيضا أنه بيؤكد لأن رئيس وزارة أسبانيا قبلها بيوم كان بيقول علينا أن نعتارف بدولة فلسطين كدولة في الأمم المتحدة وفي ظل تغير المجتمع الدولي لأن الدولة المصرية بتسعى بكل قوة إلى إحداث نوع من التوازن يعني بتعيد التوازن للموقف الدولي اللي هو كان منحاز بشكل واضح لإسرائيل ولكن الآن بقى فيه نوع من أنواع التغير في الموقف الدولي والاستجابة بشكل واضح للرأي المصرية نعم طيب لو هنتكلم عن الجزء الآخر اللي كان فيه أيضا اتفاق حوله بالأمس مع رئيسي وزراء طبعا بلجيكا وإسبانيا وسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني كان هناك اتفاق على ضرورة النفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة جنوبا وشمالا أيضا اللي كان محروم طول الفترة السابقة من أي نوع من أنواع المساعدات كيف ترى أهمية الجهود المصرية أولا في تثبيت هذه الهدنة الإنسانية واستغلالها بأفضل شكل ممكن من أجل عودة الوسائل المعيشية لأهلنا في القطاع اللي حرم منها على مدار شهر وثلاث أسابيع تقريبا منذ بداية هذه الأحداث يعني الدولة المصرية بتكشف للعالم المخطط الإسرائيلي وهو محاولة عدم إصال المساعدات لشمال قطاع غزة يعني فيه رغبة إسرائيلية واضحة من جعل قطاع غزة بالكامل وبالأخص شمال قطاع غزة لا يصلح للحياة هل فيه ده ربط بين كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس يا دكتور حامد بين أنه هو الظروف الحالية بتخلق واقع لا يمكن أنه يكون فيه برافو على حضرتك هي النقطة دي بالذات اللي رسيات الرئيس تكلم عليها وأشار إليها وهي خاصة بأنه يعني هناك رغبة إسرائيلية في القضاء على أي مظهر للحياة أو أي مظهر للحياة في شمال قطاع غزة إسرائيل من الممكن أن يكون لديها مخطط باحتلال الشمال القطاع من الممكن أن يكون لديها مخطط لإقامة منطقة عزلة في شمال القطاع حتى لا يتسنى أو حتى لا تتعرض مرة أخرى لهجمات وهذا هو الشكل الظاهر ولكن ليست النواية الحقيقية لأن النواية الحقيقية هو تصفية القضية وتهجير وبالتالي القادة السياسية بتقول للعالم لابد من نفاذ المساعدات لشمال قطاع غزة طيب دكتور حامد قبل لما نكمل كلامنا مع حضرتك هنروح دلوقتي العرض معلوماتي عن رسائل السيد الرئيس دفتاح السيسي بالأمس خلال لقاءه برئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا في العرض التالي ونرجع مرة تانية اشتركوا في القناة 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 غزة اشتركوا في القناة غزة لابنتحدث عن اكثر من الثلسين من الدولة المصرية وباقي دول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غزة اشتركوا في القناة 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 دور المصري هنا في تغيير هذه الصورة دفعا إلى حل وجود دولة فلسطينية حتى لو منزوعة السلاح بقوات حفظ السلام دولية أو غيره ولكن باعتباره هو ده الهدف الوحيد المنشود اللي ممكن يحقق السلام في المنطقة كيف طر هذا الأمر؟ يعني كان فيه تغير واضح جدا سلاس مشاهد تؤكد على تغير الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية أول هذه التحولات على رغم من قثرة الزيارات واعتبار القاهرة هي عاصمة القرار وعاصمة الدبلوماسية الرشيدة في المنطقة وتحركت كل دول العالم للتنسيق والتشاور مع الرئيس السيسي باعتباره هو رئيس متزن ومدرك لخطورة الأمور واسعى بكل قوة إلى استقرار الأوضاع في المنطقة باعتباره هو صانع للسلام لأن هذا ما نشاهده الآن الدولة المصرية لعبت أدوار مركبة لا تستطيع أي دولة أن تلعب وبالتالي أرى أن أولى هذه المشاهد كانت زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للقاهرة ولقاءه بالرئيس السيسي وتبنى بشكل واضح السردية المصرية والرؤية المصرية أمام اجتماع الاتحاد الأوروبي ولو رجعنا لكلمة الرئيس ماكرون أمام الاتحاد الأوروبي اللي كانت بعد زارته بيوم واحد فقط تبنى بمنتهى الدقة كلمة الرئيس السيسي لها ضرورة قصر حصار عن قطاع غزة عدم استهداف المدنيين التأكيد على مبدأ حل الدولتين الرفض القصري للتهجير القصري بالإضافة إلى زيارات بالأمس بقى إحنا بنتحدث عن أسبانيا هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي بنتحدث عن بلجيكا هي الرئيس القادم للاتحاد الأوروبي دولتين مؤسرتين جدا ولديهم من الثقل السياسي الكبير بالإضافة إلى أن أغلب الدول الأوروبية الآن تسعى بكل قوة إلى الاعتراف بدولة فلسطين انتمادت إسرائيل في غيها في محاولة تصفات القضايا الفلسطينية وده نتيجة وده نتيجة بوضوح في كلمة بيدرسون الشياز رئيس الوزراء وقالها بوضوح وأكد عليه وأكد عليه أيضا البرلمان النرويجي اللي كان يريد الاعتراف بدولة فلسطين وغيره حتى إسكتلندا كان فيه تصرحات مهمة جدا وحتى تم الرد عليها من قبل المسؤولين الإسرائيليين وقالوا له لو أنت يعني إزعلان على المدنيين والعزل والقصر اللي بيموتوا خد الفلسطينيين عندك في إسكتلندا وده كان واضح جدا من تصرحات متضربة كثيرة جدا من قبل المسؤولين الإسرائيليين اللي بتظهر في النهاية رهبطهم الحقيقية في العمل على تصفات القضايا الفلسطينية لو هنكلم عن الوضع هذه الأيام نحن نهاردة في اليوم التاني للهدنة المؤقتة لأخواتنا الفلسطينيين في قطاع غزة حضرتك شايف المشهد حيكون عامل إزاي بعد الأربع أيام هدنة طبعا لو لم يتم تمددها يعني هنرجع على طول لكلمة وزير الدفاع الإسرائيلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي أوف جلنت اللي قال بشكل واضح أن بمجرد انت هذه الهدنة ستستمر العملية شهرين متتاليين على الأقل وبالتالي هنا لابد أن نعلم أن هذه الهدنة هدنة مؤقتة بالأمس لو إحنا أدرقنا بقى رؤية الدولة المصرية الصائبة بالأمس كان في تصرحات واضحة جدا من القادة السياسية المصرية من ضرورة العمل على تمديد هذه الهدنة وده اللي أكد عليه أيضا الرئيس الأمريكي في كلمته وقال لابد من العمل على تمديد هذه الهدنة لابد من العمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم لابد من السعي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وأيضا أكد الرئيس الأمريكي على السردية المصرية والرؤية المصرية التي تقول أنه لا حل ولا سلام في منطقة الشرق الأوسط إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين وبالتالي كل التوجهات تدل على أن الفترة القادمة من الممكن أن تشهد هدن في ظل أن حماس تمتلك من الأوراق أوراق الضغط الحقيقية التي تستطيع بمجابها الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل وجود شركاء إقليميين وظاهر حقيقي داعم للقضية الفلسطينية عاملين رئيسيين الدعم العربي والإقليمي والإسلامي والدولة المتزايد للقضية الفلسطينية بالإضافة لأوراق الضغط تستطيع هذه المعادلات أن تغير المشهد وتجبر إسرائيل على أن توقف الحرب وتجبر إسرائيل على وقف اطلاق النار باعتبار أن حركة حماس لديها أكثر من 204 وطبعا بعد هذه الصفقة وإتمامها وانتهاءها بوصول 50 محتجز إسرائيلي نرى أن باقي أهالي الأسرة الموجودين والمحتجزين لدى حماس سيدغطون بكل قوة لتنفيذ صفقات مشابهة في الفترة القادمة وبالتالي نأمل أن يكون فيه استمرار للهدنة الإنسانية خصوصا أن برضو التكلفة المالية والاقتصادية على إسرائيل يعني عظيمة للغاية وبالفعل كانت قد بدأت فيه تصريح بعض الجنود من الجيش كي يعودوا إلى الممارسة الأعمال التي اليومية وبالتالي يعني بنأمل أن هو يكون هناك انتهاء لهذه الأوضاع قريبا واستقرار الأمور ووقف دائم لإطلاق النار وهو ما تسعى إليه بشكل كبير جدا القاهرة كل شكر لحضرتك الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية على وجودك معنا نورتنا وشرفتنا يا دكتور حامد ليه الشرف يا أستاذ باسم ليه الشرف زيسارة شرفتك بحضرتكم ونهاركو سعيد